تحدث عامر حسين عدو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن نظام قرعة كأس مصر وموقف الإسماعيلي حال الانسحاب وقال عامر حسين في تصريحاته هناك فرق بين الأرعى الموجهة والتصنيف نأخذ آخر ترتيب في الدوري الزمالك أول الدوري يذهب لجهة والثاني الأهلي يذهب لجهة أخرى وأضاف القرعة هي التي أوقعت بيرامدز في ناحية الزمالك والأهلي نفس الأمر أجرينا قرعة مصر وفقا للتصنيف وليست موجهة وأضاف الإسماعيلي نادي كبير جدا وجمهيري والكل يحبه وأردف المندوبة الذي كان متواجد فيه القرعة لم يوصل للإدارة الرسالة بشكل صحيح واستكمل نعمل بنظام التصنيف في كأس مصر منذ 2010 لو فاركو فيوتشر وصل بدلا من كفر الشيخ ومنتخب السويس لم أعلق أحد على القرعة واستطرد نهائي كأس مصر القديم سيقام يوم 21 يوليو المقبل واستأنف الموسم الجديد موسم انطلاقه سيبدأ مع الإسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل وينتهي مع الإسبوع الأول من شهر يونيو وعن إمكانية الصرار الإسماعيلي على موقفه من الانسحاب من الكأس قال مستحيل أصدق أن النادي الإسماعيلي يفعل ذلك وأتم عامر حسين حديثه إذا انسحب أي فريق من كأس مصر يمنع من المشاركة في النسخة المقبلة ويدفع عشرين ضعف رسم الاشتراك في البطولة الاشتراك الحالي هو عشرة ألاف جنيه العشرين ضعف يكون 200 ألف جنيه وفي حالة انسحاب الإسماعيلي سيتم تطبيق الليحة والتي تغريمه 200 ألف جنيه وعدم مشاركته في الكأس في الموسم المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر